بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف إن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع في يحكى أنا وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون معروضة على حضراتكم على الشاشة أغلب فترات الحلقة ممكن حضراتكم تبعتلنا أي أسئلة أنتم عايزينها ممكن كمان تبعتلنا اقتراحات عن موضوعات تحبوا إن احنا نتكلم فيها وأكيد ممكن ترجعوا لأي حاجة في محتوى حلقتنا السابقة كل المطلوب منكم إنه تكتبوا عنوان الموضوع سلاش كده أو شرطة يحكى أن دكتور محمد رفات هتلاقوا غالباً إجابة إن شاء الله على موضوعاتكم وده نظراً لأن احنا تكلمنا فيه موضوعات كتيرة جداً جداً تخص كل أفراد الأسرة حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن أكتر من موضوع طبعاً يعني أعذروني شوية لأن التقلبات الجوية والرياح اللي موجودة دلوقتي في الجو اللي بتميز هذه الفترة من المناخ يعني في هذه الفترة من العام بتخلي الناس اللي عندهم كده مشاكل صدرية زي حالتنا يعني يكونوا متأثرين شوية فمع لش هتسامحونا شوية في بعض التغيرات الصوتية يعني النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه أكتر من موضوع وهنبدأ موضوعنا الأول على طول والحقيقة أن الموضوع الأول في حلقتنا النهاردة هو في شكل سؤال وهو فعلاً كان سؤال يعني أحد الأمهات بعثت لنا السؤال ده فأنا فكرت الحقيقة أن هذا السؤال جدير أننا ممكن نجاوب عليه بشكل موسع شوية لأنه بيخص تجربة بتمر بيها أسر كتير جداً جداً وهي تجربة أن الطفل أو الطفلة يلتحقوا بالحضانة لأول مرة وأنا هنا مش بتكلم عن الحضانة المدرسية اللي هي كيجي وان وكيجي تو لا أنا بتكلم عن الحضانة اللي هي اللي الأطفال بيروحوا فيها يلعبوا ويتبسطوا من أي عمر مع أن احنا قلنا قبل كده أن العمر المثالي بيبدأ من عمر السنتين ممكن سنتين أو قبل كده بحاجة بسيطة طبعاً فيه ناس بيودوا أطفالهم قبل كده ولكن أنا بقول عمر السنتين هو العمر المثالي بيقدوا الأطفال وقت في الحضانة دي زي ما قلنا بيلعبوا ويتبسطوا ويغنوا ويتعلموا شوية بعض قواعد السلوك الجماعي الخاصة بالأكل والالتزام وهكذا وفيه بعض الأوقات أو بعض الحضانات بيكونوا شطار وبيعلموا الأطفال بقى بقى كلمات كتيرة وأرقام سواء طبعاً باللغة العربية أو بلغات أخرى زي اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية حتى موضوعنا النهاردة جالنا أو سؤالنا كانت أم بتقول أنا ابني عنده سنتين ولسه رايح الحضانة يعني مبدئاً كده هي ملتزمة بالموعد الممتازية لسه رايح الحضانة بقى له أسبوع وكل يوم بيروح الصبح بيعيط يعني لما بيجوا الصبح عشان يروح لما بيوصلوا عن الحضانة بيعوضوا يعيط ما بيبقاش راضي يدخل وأول لما بيشوف الحضانة حتى لو من بعيد بيبتدي برضو يستمر في العياد وهم في الحضانة مش بيرضوا يدخلوني معاه وبيقولولي هيسكت بعد ما يدخل سؤال بقى الأم هل ده غلط عليه نفسياً ولا لا قبل ما نتكلم عن الغلط النفسي على الطفل عايز أشرح لحضراتكم وطبعاً لحضرتك الأم صاحبة السؤال يعني الخطأ اللي بتعمله الحضانة هنا الحضانة هنا بتعمل خطأ؟ آه طبعاً بتعمل خطأ مبدئياً كده يا جماعة عايز أشرح لكم في البداية برضو حاجة اسمها اضطراب الانفصال يعني ايه اضطراب الانفصال؟ بمنتهى الهدوء كده والسلاسة اضطراب الانفصال ده حالة أنه الأطفال كلها تقريباً كلها تقريباً هقولكو يعني فيه حتى ناس يقولوا ايه لأ فيه نسبة ممكن ما يمروش بالحكاية دي لأ بيمروا بس بشكل تاني بيحسوا بالتوتر لما بينفصلوا عن أهلهم الأم والأب وتحديداً هنا الأم لفترة من الوقت وده في التجارب الأولى على سبيل المثال يعني لو مثلاً حضرتك أنت وزوجك وابنك أو بنتك بتزوروا مثلاً مامتكو أو بتزوروا يعني بتزوروا مامتك أو بتزوروا مامة الزوج أو حتى بتزوري أختك وهكذا واستدعى الأمر مثلاً أنك نسيته حاجة في شنطة العربية ولا حاجة أو أنك نزلتي أو اختفتي من قدام الطفل شوي يوم الطفل يشعر بالتوتر ده على سبيل المثال يعني أو أنك سبتي طفلك أو طفلتك مثلاً عند والدتك وكان مثلاً أمر يستدعي أنك مثلاً تعملي مشوار أو حاجة زي كده الطفل يشعر بالتوتر أنا بقول أمثلة يعني وفيه طبعاً أطفال بيشعروا بالتوتر ده منه هم حتى جوة البيت يعني الأم بتبقى جوة البيت يعني أنك مثلاً سبتي الأوضة اللي فيها الطفل مثلاً وروحتي تعملي حاجة في المطبخ أو في أي مكان تاني في البيت يشعر بالتوتر ويبتدي أنه يصدر أي علامات تدل على هذا التوتر زي البكاء أو السريخ أو الصوت اللي هو يدل على انزعاج الطفل وهكذا كل هذه الأشكال وغيرها يعني أنا قلت دي على سبيل المثال اسمها أو تندرك تحت اسم اسمه اضطراب الانفصال يبقى التراب الانفصال ده هو حالة نفسية مؤقتة مؤقتة يشعر فيها الطفل أو الطفلة ببعض الانزعاج نتيجة غياب الأبوين وتحديداً الأم زي ما اتفقنا تمام طيب مبدئياً كده الحالة دي حالة مرضية لا هي مش مرضية هي حالة نفسية زي ما قلت أو شعورية يعني ثانياً هي بتكمل لا مش بتكمل لأن الطفل كل ما بينضجه كل ما بيكبر في العمر بيبتدي يفهم أن الأب والأم ده حتى لو اختفوا هم موجودين برضو بس هيظهروا تاني بعد فترة من الوقت يعني بيبتدي هو عقله يستوعب الحكاية دي طيب بتحصل الأطفال في أي عمر بتحصل الأطفال في كل الأعمار بس بتكون ظهرة قوي من بعد نهاية السنة الأولى وده نتيجة نمو الوعي عند الطفل يعني قبل كده مش مركز قوي طبعاً مركز في مامت وكل حاجة بس مش مركز قوي أن هي موجودة ولا مش موجودة للفترة دي هو عارف أن هو هيلاقيها لما بيعيط أو حاجة زي كده إنما كل ما بيكبر كل ما بيبتدي يركز أكتر فبيتملكوا بعض الشعور أو بعض الخوف إن هي مثلاً تبقى بعيدة عنه أو كده زي ما قلنا دي حالة مش مقلقة خالص وبتختفي مع الوقت بتظهر الأطفال قلنا بعد السن سنة وأحياناً بعد كده يعني بتكون زروتها لما الطفل يتم سنة وبتظهر تاني في الأحوال بقى اللي زي أحوال السؤال بتاعنا اللي هو فكرة بقى إنه العكس اللي حصل مش إن الطفل في مكان هو يألفه أو هو عرفه سواء بيته أو بيت جدته أو وهكذا لا ده الطفل بقى شخصياً هو اللي بينتقل لمكان جديد اللي هي هنا في حالتنا هنا الحضانة ومامته هي اللي بتمشي فبيبتدي هنا بقى التراب الانفصال ياخد شكل أكثر وضوحاً تمام كده؟ طيب يبقى أنا كده شرحت لكم يعني إيه التراب الانفصال وهتفهموا حالاً دلوقتي أنا ليه بدأت إجابتي بشرح موضوع التراب الانفصال المفروض هنا في موقف الحضانة إيه اللي يتعمل علشان نتغلب على التراب الانفصال؟ أيوة ما هو الطفل إحنا هنا بقى مش بندرب مثل إحنا هنا بنقر أمر واقع إن الطفل لما مامته بتاخده الحضانة زي ما هي بتقول كده في سؤال حتى لما بيشوف الحضانة من بعيد يبتدي يعيط ليه؟ لأنه خلاص في عقله الداخلي وعقله الواعي عارف إن مامته هتمشي فبيبتدي يخاف فيبتدي يعبر عن خوف ولما يوصلوا عند الحضانة يعيط أكتر الحضانة بتقول لها اتفضلي حضرتك امشي وهو هيسكت بعد كده طيب إحنا وأنا قلت في بداية إجابتي إن ده تصرف خاطئ طيب المفروض الحضانة تعمل إيه؟ علشان نتغلب على قلق الانفصال ده مبدئيا كده وبدون أي تجميل للكلام لابد من دخول الأم الجوة الحضانة هتقولوا لي الله طيب والمسؤولين في الحضانات بيبقى عندهم خوف طبعا خوف من إيه بقى؟ من رد فعل باقي الأطفال يخافوا يقولوا إيه الله؟ طيب ما إحنا كده لو سمحنا لمامة مثلا عمر ولا مامة سيف ولا مامة يامن ولا أي طفل أو طفلة أو مامة تالين أو أي حد طب ما كده بقيت الأطفال هيتوتروا لأنه روش معنى فلان ده أو فلان دي الأطفال هما اللي هيقولوا في عقلهم يعني قاعدوا معا مامته ومش وإحنا معناش بقى مامتنا أو كده هنا أنا بطمنكم كمسؤولين في الحضانات أن ده أمر يستوجب عند الطفل أو بيحصل عند الطفل مجرد ملاحظة الطفل ما بيقفش عنده كتير يعني إيه؟ لأن الأطفال اللي في الحضانة أصلا اللي سبقوا طفلك أو طفلتك بقالهم فترة في الحضانة وفي حال كان حد عنده نفس التجربة أو تجربة مشابهة بيسمح للأم برضو أنها تدخل الحضانة خلاص؟ لكن هنا دخول الأم يعني دخول الأم هنا مع الطفل في المكان الجديد عليه تماما ده أمر ضروري يعني بالواضح هو الصريح ما ينفعش الحضانة تقولك لا مش هينفع حضرتك تدخلي هقولك دلوقتي إيه النظام بقى اللي بيحكم دخولك الفترة اللي بتقضيها وكم يوم وهكذا لكن من حيث المبدأ ما ينفعش الحضانة أنا بقولك وهو تقولك ممنوع حضرتك النظام عندنا أن حضرتك بتمشي يبقوا هم كده مش فاهمين يعني إيه التراب الانفصال وكل الحضانات المحترمة في مصر وفي الدول العربية كل الحضانات وطبعا في البلاد الأخرى بس أنا بقولكو يعني كل الحضانات المفروض القائمين عليها واللي بيشتغلوا فيها بيكون عندهم المبادئ الأولية للتعامل السلوكي السليم والنفسي مع الأطفال فمفترض أو من المؤكد يعني أن هم عارفين يعني إيه التراب الانفصال لنا قلته دا فبالتالي لازم يسمحوا بوجود الأم في حال كانت التجربة جديدة على الطفل جديدة خالص تمام كده طيب إيه اللي بيحصل بعد كده بقى يعني نفترض هنا أن الحضانة قالتلك أه أوكيد فضالي أو هي اللي بتعرض على فكرة المفروض هم اللي يعرضوا هم اللي يقولولك على فكرة في أول فترة كده حديك هتدخلي معاه هل موضوع بقى المرافقة دي اللي هي مرافقة الأم للطفل بيفضل على طول الإجابة أكيد لا الموضوع دا بيكون متناقص يعني إيه يعني في أول ثلاثة أيام مثلا أول ثلاثة أيام الأم بتفضل قعدة طول الوقت خلاص يعني طول وقت الطفل موجود في الحضانة الأم بتبقى قعدة في مكان الأكل الأم بتبقى قعدة دخلوا مكان اللي احنا نسميه كلاس أو المكان اللي بيلعبوا فيه الأم قعدة في أول ثلاثة أيام قعدة طول الوقت ومش لازم الطفل على فكرة يكمل الفترة كلها في الأيام دي يعني لو الحضانة دي مثلا بتفتح من الساعة 8 وبتخلص الساعة 3 أو بتخلص الساعة 4 مش لازم الطفل بيضل الساعة 4 لا ممكن حديك تمشوا الساعة 12 تمشوا الساعة 1 أنا بقول لكم إيه في أول ثلاثة أيام طيب بعد كده إيه اللي بيحصل يعني بعد الثلاثة أيام دول شفتوا بقى أن الموضوع مش مطلق لا ده أول ثلاثة أيام هو بس بعد كده إيه اللي بيحصل بعد كده الأم بتدخل الطفل لحد جوه الحضانة خلاص يعني بتدخله هي شخصيا لحد جوه الحضانة يعني مش مثلا مش بتسلمه بقى على الباب لحد من المشرفين أو لا بتدخل معاه برضو جوه الحضانة لمنطقة الاستقبال أو الريسيبشن وبتفضل هي موجودة يعني بتفضل موجودة يعني زي ما بقول لكم وهو قاعدة في الريسيبشن أو قاعدة في منطقة الاستقبال أو قاعدة في المدخل بتاع الحضانة اللي هو الأنتريل اللي هو بيبقى موجود مكان الانتظار خلاص والطفل بقى بيدخل يندمج في بقية أنشطة الحضانة عادي خالص بس لما الطفل بيحس بالقلق نتيجة عدم رؤيته لمامته بيقدر يشوفها على طول بيقدر يشوفها على طول يعني أول ما يبتدي كده زي ما احنا بنقول باللغة الدرجة يزمزق هاي يا حبيبقى هنا هو تروح موجود تظهري وقبل ما يدخل في نوبة غير مطلوبة من البكاء يعني أول ما القائمين يشعروا بقى أن الطفل ابتدى يتوتر لا لا ليه انت مالك زعلان ليه ده ماما هي يا ماما تعالي تروح ماما ظاهرة لأنها موجودة زي ما قلنا في الريسبشن وحتى إذا الطفل ما عيطش فعلى الأقل لما الطفل بيتحرك من مكان للتاني داخل الحضانة يعني مثلا كانوا موجودين في المكان ده مثلا في منطقة لعب بعد كده هيروحوا مكان تاني يأكلوا فوهم ماشيين بيقدر الطفل هو تلاقيه بيضوء هتلاقيه ممكن عينه تلقطك أو تشوفك يعني لما الطفل بيتحرك من مكان للتاني داخل الحضانة فهو ممكن يشوف مامته أو إن المشرفين يطمنوا على وجود مامته تمام كده طيب إيه للمفروض يحصل بعد كده بعد كده خلاص يبقى اتفقنا إنه هو بيطمئن لوجوده أنت ممكن على فكرة تطمينيه بالصوت آه يعني وانت قاعدة كده بتنادي عليه أو بتكلميه أو بتكلميه أنا طبعا أنا بكلم بصيغة الولد أو البنت يعني تمام يعني وانت قاعدة كده تروحي مناديه على طفلتك أو طفلتك زي ما بتعملي في البيت واخدين بالكو يعني يا عمر أنا هنا هو يا سيف يا ياسين أنا موجودة هو حتى لو ما شفكيش بس هو سامع صوتك تمام كده طيب موضوع التواجد داخل الحضانة من غير بقى مرفقة الطفل اللي هي المرحلة الثانية المرحلة الأولى إنه زي ما قلنا بتقضي الوقت كله معنا بتاخد ثلاثة أيام المرحلة الثانية دي بقى بتاخد وقت قد إيه بتاخد وقت أطول شوي يعني مش أطول كتير يعني أسبوع مثلا بعد كده بتبدأ مرحلة ترك الطفل في الحضانة والانصراف منها يعني أنت بقى بتوديه الحضانة وتمشي طيب فيه احتمالين يحصلوا إيه هم الاحتمالين والمفروض نتصرف إزاي في كل احتمال هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا في موضوعنا الأول في حلقتنا النهاردة خليكم معنا يحكى أننا مازال متواصل أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة في يحكى أننا وبدأنا كلامنا في الجزء الأول عن موضوع جلنا في سيغة سؤال وهو عن رفض الطفل للحضانة وقلنا كانت صاحبة سؤال بتقول الحضانة بيقولولي امشي رغم من الطفل بيعايت وهو هيسكت بعد كده والمفروض هي خايفة على حالته النفسية وإحنا بنعرف الأم وبنعرف كل الأمهات والأباء اللي بيمروا بالتجربة دي لأول مرة برضو زيهم زي أطفالهم كده إن ده مش المفروض يحصل وشرحنا لحضراتكم بالتفصيل في الجزء الأول إن في مرحلة أولة إن الأم بتدخل جوه الحضانة وبتقضي طول الوقت مع الطفل مهما كان الوقت يعني إنها حتى لو ما كملوش الفترة كلها بس بتقضي طول ما الطفل موجود في الحضانة هي بتبقاعدة معاه وقلنا إن الفترة دي بتاخد حوالي ثلاثة أيام المرحلة الثانية إنها بتودي داخل الحضانة وبتكون موجودة بس طفل مش شايفها بس ممكن يشوفها في أي لحظة أو يسمع صوتها في أي لحظة وقلنا إن دي بتاخد فترة أطول شوية بتاخد أسبوع أما المرحلة الثالثة اللي قفلنا بها بيها الجزء الأول إنها بتودي الحضانة وبتمشي خلاص تمام كده يعني اللي خدتوا بالكم إن الموضوع لو جمعنا ثلاثة أيام وأسبوع يعني عشر تيام بتمشي وقلنا إنه بيحصل احتمال من اتنين يعني هيحصل احتمالين الاحتمال الأول إن الطفل يقبل خلاص من غير عياط خلاص كده وده هنا مفيش مشكلة يعني خلاص يبقى حاجة جميلة والتجربة نجحت والطفل بقى بيكمل الاحتمال الثاني إن الطفل يعيط لكن المؤكد إنه ما بيكونش العياط بنفس الدرجة ما بيكونش عياط بقى هنا التوتر بتاع الطفل بنفس الدرجة اللي كان عليها من إيه من عشر تيام طيب في المرحلة دي بقى لازم يكون فيه اتفاق مع الحضانة على حاجات محددة إنه هم بيجربوا هم الحضانة عارفين بس أنت كمان لست بيعرف بيجربوا ما يعرف بمصطلح الساعة الانتقالية يعني إيه الساعة الانتقالية دي المقصود بالساعة الانتقالية إن الحضانة أول لما الطفل يبتدي عيط واتفقنا اللي عيط ما بقاش قوي قوي بيبتدوا هم كحضانة كقائمين على الحضانة كمشرفين كمدرسين محاولات لإلهاء الطفل وإشراكه في أنشطة الحضانة خلاص كده إذا خلال ساعة يعني بعد ساعة بالزبط إلا الحد بتاعنا ساعة الأمور استقرت والطفل بقى حلو وتقبل الموضوع فالطفل بيكمل خلاص وبرضه مش لازم يكمل اليوم بالمناسبة لكن ممكن تخديه مثلا بدري ساعة يعني تروح يتخديه بدري ساعة عن المعاد طيب أما إذا كان بعد ساعة الطفل لسه مهديش فأنتي بتروح يتخدي الطفل من الحضان فيه نقطة النقطة دي ناس كتير قوي بتخاف منه يقول لك إيه لأ طبا وكده مش هنخلص بقى لما يعاية أنت في الحالة دي زي الأطباء كده إحنا قلنا يعني أول ما تخرجنا وكده وإحنا بنشتال كانوا فيه داكاتر يقول لك إيه إحنا أونكول يعني إيه أونكول يعني اللي هو أي مكالمة جلنا لازم نرجع للمستشفى أو نروح مكان اللي مشغل فيه خلاص فأنتي في الحالة دي في المرحلة دي بتكوني أونكول ليه الساعة عدت خير وبركة ما عدتش والطفل لسه ما هديش بيكلموكي بتروح يتخديه وبتمشي خلاص بس دا مش معناه فشل التجربة أبدا لكن بكل بساطة الحكاية دي بتتكرر كل يوم يعني تاني يوم هتعمل يافس الحكاية هتوديه وتمشي بعد ما تمشي هتبقي أونكول هدية الأمور تمام والطفل متقبل ابتدى يعيض بيجربوا الحضانة أنه هم يهدوا ويسكتوا ويلهوا ويشغلوا يعني يشغلوا في الألعاب بتاعتهم وعندنا للحد الفاصل ما بيننا ساعة خلال ساعة هدي يبقى سخيره وبركة ما هديش بتروح يتخديه وهكذا بتكرروا الموضوع دا كل يوم طيب لحد إمتى بقى المرحلة دي هتستمر إيه الإجابة لحد ما الطفل يقبل ما عندناش هنا تايم ليمت أو ما عندناش تايم فريم يعني الطفلة هيقبل هيقبل وبعد فترة قسرت أو طالت وعلى فكرة لو طالت ما بتطولش قوي يعني ما بتزد يعني مش عايزة أقول بس أرقام عشان ما حدش يمسك فيها بس هي كده كده الطفلة هيقبل ويبتدي الطفل بيكون هادي وانت بتوصليه كل يوم وغالبا الموضوع دا بقى هتطر أقولي غالبا الموضوع دا ما بياخدش أكتر من أسبوع من أسبوع العشر تيام بالكتير وده طبعا بناء على اجتهاد الحضانة بقى ونوع الأنشطة اللي بيبدأوا بيها اليوم آه ما هو في الأوقات مثلا اللي جاو فيها بيكون معتدل خلاص جاو لطيف يعني ما فيهاش ما فيهش حرارة عالية قوي أو ما فيهش برد أو ما فيهش تراب أو كده فأنشطة الحضانة اللي بيبدأوا بيها اليوم قبل الفطار لازم تكون في المنطقة المفتوحة من الحضانة ما هو أي حضانة لازم يكون فيها منطقة مفتوحة أي حضانة مش لازم يكون ملاعب يعني بس يكون فيه منطقة مفتوح الأطفال بيعودوا في الشمس كده وبيلعبوا اللي هي المنطقة اللي بيكون فيها ألعاب كل ما المنطقة دي كان فيها حاجات الطفل يقبلها وأنه يتبسط بيها وألعاب بيكون تقبل الطفل اللي وجوده في الحضانة أسرع وإذا تسلسل الأحداث اللي أنا قلت وده حصل الطفل أي طفل بيتقبل فكرة الحضانة بشكل كبير جدا بس طبعا زي ما بقول كل ده لازم يكون مسنود على إيه؟ على اكتهاد الحضانة وشطرتهم إنهم يحببوا الطفل في الحضانة وقناعة حضرتك أنت كأم بقبول فكرة الحضانة من الأساس لأن فيه أمات بتبقى من جواها كده آه حضانة وكل حاجة بس هي من جواها مش عايزة ابنها أو ابنتها يبعدوا عنها لازم تبقي مقتنعة إن فترة الحضانة دي مرحلة مهمة جدا في حياة طفلك لأن طفلك أو طفلتك لأن الاقتناع ده هيتنقل لطفلك وارتياحك أنت للتجربة برضو هيتنقل لطفلك وأكيد العكس صحيح توطرك وقلقك ومخاوفك هتنعكس على طفلك وهتخلي قبوله للتجربة محل شك تمام كده؟ كده إحنا خلصنا موضوعنا الأول في حلقتنا النهاردة هنتكلم بقى في موضوعنا التاني موضوعنا التاني الحقيقة هي دعوة مني بشكل شخصي إن في حاجات إحنا من فترة يعني ليست بالبعيدة مرنا بشهر رمضان الكريم يا ربي عيدوا علينا جميعا بكل خير وكان في حاجات حلوة في رمضان حاجات سلوكية حلوة وحاجات اجتماعية حلوة وحاجات غذائية في ناس بتستغل فترة رمضان دي نهب تزبط حاجات خصوصا في النمط الغذائي عكس بقى المتوقع مش بقى بيندفعوا قوي في الأكد ده بالعكس يقولوا ده رمضان دي فرصة نزبط أكلنا فرصة إن إحنا نستغنى عن أدوية ما بناخدها ملاش لازمة فرصة إن إحنا ننظم نومنا وهكذا من ضمن الحاجات المميزة جدا لشهر رمضان التمر البلح البلح اللي الناس بيتحط في الخشاف في الناس بتفطر عليه أو بيتحط في اللبن وطبعا البلح بيدخل في المخبوزات فأنا اللي عايز أقوله في الجزء ده من الحلقة هي دعوة مني بشكل شخصي يعني إنكم تستفيدوا من التمر ده والبلح ده على مدار العام بلاش نقصره فقط على شهر رمضان الكريم التمر أو البلح من أقوى وأفيد المواد الغذائية للجسم البشري علشان كده عايز أقولكم بعض المعلومات عن التمر والمعلومات دي جواها فوايد كتيرة جدا جدا حضراتكم هتعرفوها وبالتالي كل يوم لو الناس حرصت مش لازم حتى كل يوم بس لو كل يوم خدنا تمرية أو اتنين أو تلاتة كده على مدار اليوم ده هيكون مفيد جدا لصحتنا وصحة أطفالنا فمش لازم نخلي يعني تعاملنا مع البلح في شهر رمضان بس ودي تبقى فرصة حلوة إن احنا استغلنا شهر رمضان بقى إن احنا بنعمل فيه حاجة حلوة وكملت معانا طول السنة ويا رب طبعا كل الحاجات الحلوة اللي اتعملت في رمضان تكمل بقية السنة سواء من ناحية بقى السلوكية والاجتماعية والدينية وهكذا الفوائد الصحية للطمر التمراية الوحدة التمرة الوحدة بتحتوي على 66 سعر حراري طبعا الطمر أنواع كتيرة جدا جدا يعني أنواع لا حصرة له وبالمناسبة مصر من أجود البلاد اللي بيصدر فيها أو بيطلع فيها أنواع كويسة من الطمر يعني فيه ناس بتبقى فاكرة أن الطمر الكويس بس في بلاد معينة في دول الخليج مسأة آه طبعا على عيني وراس إنما احنا في مصر عندنا الطمر من أجود ما يكون ده على مستوى العالم مصر والعراق والحاجات دي فيه بلاد كده عندهم الطمر ربنا سبحانه وتعالى يعني اختصوهم بأن الطمر اللي بيطلع عندهم كويس أو قلنا أن الطمراية الوحدة فيها 66 سعر حراري طبعا الرقم ده بيزيد في حال كان نوع الطمر ده يحتوي على سكريات أكتر لأن فيه طمر بيبقى مسكر أكتر من غيره الطمر كمان بيحتوي على كربوهايدريت بيحتوي على كربوهايدريت آه قلوكوا المفاجأ بيحتوي على بروتين الطمر البلح ده مليان بروتين وأكيد مليان ألياف والألياف الغذائية دي يعني مهمة جدا للجهاز الهضم والطمر من المؤكد أنه بيحتوي على سكريات والدليل على كده يعني لو أي حد حتى يعني مش صغير كده يجرب التجربة يعني ها التمرية كده وحطها في المياه أو حطها في شوية لبن وسبها شوية سبها كذا ساعة يعني وعندما تيجي تشربها بعد جهة تقول إيه ده هو إحنا حطينا سكر إمتى أيها مفيش سكر ده السكر بتاع التمر نفسه طبعا كل الناس الكبار يعني عارفين اللي أنا بقوله ده بس أنا بقول يعني حتى لو الأطفال عايزين يجربوا التجربة دي هيتبسطوا بيها تمام؟ التمرية الواحدة تقريبا أي تمر يعني دي معلومة مهمة لا يحتوي تقريبا على الدهون التمر تقريبا ما فيهوش دهون ودي نقطة مهمة جدا للي بيخافوا من الدهون يعني مثلا كل ميت جرام من الطمر كل ميت جرام ميت جرام مش التمرية بقى كل ميت جرام من الطمر فيه 15 من 100 من الجرام يعني 15 من 100 من الجرام الواحد دهون فتقريبا يعني قلمس مفوش طمر خالص التمر أنا كل دي بكلم عن التمر اللي هو البلح يعني بس أنا بقوله الإسمين عشان فيه ناس ممكن ما يبوش متألفين مع كلمة الطمر بس بتالي كل الناس عارفة أن التمر هو البلح التمر بيحسن حركة الأمعاء الأمعاء الغليزة خلاص وبيقي من التهابات الأمعاء الغليزة والأمعاء الدقيقة وبيقي من التهابات الأمعاء والقولون يعني الناس اللي عندهم مشاكل في القولون لو انتظموا على أكل التمر يوميا إن شاء الله بقول لكم واحدة أو اتنين أو ثلاثة في اليوم على مدار اليوم يعني هيحسن عندهم جدا حركات الجهاز الهضمي وتحديدا منطقة القولون اللي هي بيعاني منها يعني أغلبنا تمام الطمر كمان بيحفز نمو البكتيريا النفعة الأمعاء يا جماعة بتاعتنا فيها بكتيريا البكتيريا دي احنا بسميها البكتيريا النفعة هي اللي بتساعد على نصاص الغذاء والحاجات دي وبتقاوم الميكروبات والحاجات دي كلها الألياف اللي موجودة في الطمر بتعالج الإمساك يعني اللي يأكل طمر دي ما يجلوش إمساك وفي نفس الوقت سبحان الله بتمنع الإسهال يعني اللي عنده اللي يأكل طمر ما يخافش إنه هو بس طبعا ما نزودش قوي ما يجلوش إسهال وفي نفس الوقت ما يجلوش إمساك خالص الرابطة الأمريكية لأمراض القلب أكدت والكلام ده من أكتر من حوالي خمس سنوات أكدت على أهمية الطمر بالنسبة للقلب الأكاديمية الأمريكية لأمراض القلب أكدت على أهمية الطمر يعني والأكاديمية الأمريكية للطبع القلب دي من أقوى الجهات في تقييم أي حاجة تخص القلب يعني سواء أدوية أغزية أنواع من الرياضة اللي حاجات دي كلها النوم الصحياء يعني النمط الحياة بشكل عام فلما الأكاديمية الأمريكية دي بيطلعوا كده يعني بيطلعوا خلاصة كده أو بيطلعوا رأي عن حاجة بيبقى يعني نتيجة دراسات حقيقية وحاجة مهمة جدا أكاديمية الأمريكية الأمراض القلب أكدت على أهمية الطمر بالنسبة للقلب وده نظرا لأن الطمر غني جدا بالبوتاسيوم البوتاسيوم يعني بيعزز صحة القلب بيخلي صحة القلب أفضل بيضبط ضغط الدم وده بالتعاون مع السوديوم البوتاسيوم مع السوديوم بيضبطوا ضغط الدم بيحصل كمان البوتاسيوم بيساعد على توازن ضربات القلب يعني اللي بيأكلوا طمر كتير ما يحسوش بأي مشاكل خاصة بضربات القلب تمام؟ وبيضبط اندفاع الدم عبر العضلات ده غير أن البوتاسيوم برضو بينظم كل سوائل الجسم التمرية كمان التمر بيحتوي على كمية كبيرة جدا من الكالسيوم شوفوا بقى فيه فوائد قدي غير البوتاسيوم فيه كالسيوم كمان والكالسيوم يعني صحة وقوة العزام الكالسيوم مهم للأسنان الكالسيوم مهم لتنظيم عمل الأعصاب والعضلات الكالسيوم ضروري للتجلط الطبيعي للدم في حالات النزيف أو الجروح لقدر الله الكالسيوم مهم جدا لتنظيم الإنزيمات بتاعت جسمنا كل الإنزيمات والكالسيوم ضروري جدا لضبط ضغط الدم في مستوى المعتدل الطمر كمان ودي مفاجأة بقى لناس كتير قوي بيحتوي على الحديد وهو من أغنى المصادر للحديد عشان كده أطباء النساء والولادة الشطار قوي ينصحوا دايماً الزوجات الحوامل أثناء الحامل يقولولهم كله طمر كله بلح وده ليه نتيجة أنه طبعاً الزوجة وهي حامل الجنين بيسحب كل احتياجات جسمه من الأم فبيخافوا على الأمهات أن يحصلوهم لقدر الله نقص في الحديد فبيقولولهم على شوية حاجات كده مهمة جداً يعني أنهم يحافظوا بيها على مستوى الحديد عندهم أنهم يأكلوا بروتينات بطريقة معينة لازم خلال الأسبوع يأكلوا طمر يشربوا عصير رمان يأكلوا بنجر يأكلوا طبعاً خضروات ورقية فيها حديد زي الجرجير والسبانق وكذا الفواكه اللي فيها حديد زي الموز والكميترة والحاجات دي كلها كل ده مهم جداً جداً لمكافحة الأنيميا فبالتالي لما بقول لكم دلوقتي أن الطمر يحتوي على الحديد يبقى بالتالي هو مهم برضو لزوجات الحوامل مهم للإنسان بشكل عام وبخاصة الحوامل والأطفال والحديد هو من أهم ركائز جهاز المناعة ومحفز للنشاط الزهني ومسؤول عن نقل الأكسوجين في خلال جسم وأكيد زي ما بنقول مكافحة الأنيميا اللي هي أنيميا نقص الحديد الطمر بيحتوي على كل عناصر مجموعة فيتامين به المركب وبالتالي الطمر مهم جداً لسلامة الجهاز العصبي وتحسين الحالة النفسية وتحفيز جهاز المناعة الطمر في كل أنواع السكريات اللي بيحتاجها الجسم كل الأنواع الجولوكوز والسيكروز والفراكتوز وبالتالي هو مصدر ممتاز للطاقة علشان كده أنا بدعوكم أنكم تستمروا على تناول الطمر ولا نقصر هذا يعني الاستخدام لهذه المادة الغذائية المهمة جداً جداً على شهر رمضان فقط هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضراتكم في جزئها التالت والأخير يحكى أنه مازال متواصل خليكم معكم أهلاً وسهلاً بحضراتكم في الجزء التالت والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه اتكلمنا عن موضوعين وهنتكلم إن شاء الله عن الموضوع التالت الموضوع الأول كان عن الخطوات الصحيحة اللي لازم الحضانات تعملها علشان الأطفال تتقبل فكرة أو تجربة الحضانة الأول مرة وده كان من خلال إجابتنا بالتفصيل على سؤال أحد الأمهات اللي بتقول إن ابنها عنده سنتين وكل ما تروح به الحضانة على مدار أول أسبوعه بيعيط وبيرفض حتى لما يشوف الحضانة بايد قلنا وهم طبعاً كانوا بيرفضوا إنها تدخل وقلنا طبعاً إن ده غلط ممكن حضراتكم ترجعوا بالتفصيل لهذا الجزء أو هذا الموضوع لأنه موضوع شديد الأهمية وفيه التباس للمعلومات أو فيه تشوش للمعلومات عن الناس كتير قوي بما فيهم الحضانات نفسه فأنا بدعوكم يعني إن كل جزء ده تحديداً لو أي حد بيمر بالتجربة دي ياخده كده ويوريه حتى لبطوع الحضانة نفسه خلاص إن ده كلام مظبوط جداً جداً ولازم الكلام ده يتم التعامل معاه بمنتهى الجدية علشان الطفل يعني ما فيش حاجة سمعه أن الطفل يعضي عيط وممطه تمشي والكلام ده كله لا الموضوع كله بياخد زي ما اتفقنا أيام معدودة إذا مشينا فيها بالطريقة الصحيحة التجربة هتكون تجربة فعالة جداً ومفيدة جداً للطفل ومريحة جداً للأعصاب على كل المستويات سواء الأم أو الحضانة الأم والأب يعني بس أنا بتكلم عن الأم لأن هي الأم اللي بتكون يعني متورطة أكتر في الالتزام بكل حاجة تخص الطفل في المرحلة دي كلمنا في موضوعنا الثاني برضو عن أهمية الطمر اللي هو البلح وقلنا من خلال الأهمية القصوى اللي أن احنا بندعوكم أن احنا نستمر في تناول الطمر على مدار العام وبلاش نقصر تعاملنا مع الطمر على شهر رمضان الكريم فقط ودلوقتي موعدنا مع الجزء الثالث طبعاً لو أي حد عايز يرجع للأجزاء السابقة بيرجع لوسائل التواصل وهيلاقيها موجودة موضوعنا الثالث بقى النهاردة عن القواعد الستة الرئيسية ستة قواعد رئيسية للطعام الصحي طبعاً الموضوع الطعام الصحي هتلاقونا يعني إحنا وغيرنا هتلاقونا بنتكلم فيه معاك ودايماً لأن ده دورنا لازم يعني نعيد الكلام كثيراً في هذا الأمر لأنه فكرة الطعام الصحي للأسف بقى يعني ناس كتيرة قوي الحمد لله طبعاً فيه ناس ابتدت تغير هذه الفكرة بس فيه ناس كتيرة قوي فكرة أن الطعام الصحي ده أنه عذاب بقى وأن الناس متأكلش أو الناس تأكل حاجات غريبة أو بتاع وإحنا عملنا الحقيقة حلقة أدعوكم أنكم ترجعوا لها يعني كانت يعني من أمتع الحلقات ليا والله ومن أكتر الحلقات اللي عملت رد فعل مع حضراتكم كانت حلقة كويسة جداً جداً اللي هي كان اسمها حيرة النظام الغذائي الصحي وكنت بقول فيها أو بجاو فيها على أسئلة كتيرة قوي بتدور في أزهان حضراتكم ومن جوة البيوت مش بنتكلم بقى عن إن ده طعام صحي ولا لا إحنا عارفنا خلاص كل حاجة بس كنت بتكلم فيها عن اللي بيحصل بقى المواقف اللي بتحصل اللي بيبدأ وما بيعرفش يستمر اللي بيبقى عنده مشكلة اللي بيبقى مستعجل في الحصول على نتائج الحلقة كانت حلوة قوي كانت اسمها حيرة النظام التغذية الصحية وكانت مهمة قوي قوي استكمالاً بقى لهذا الأمر عايز أقول لكم أن في قواعد ستة رئيسية قواعد رئيسية للطعام الصحي التفاصيل بقى بتختلف من شخص لشخص ومن مرحلة عمرية لمرحلة عمرية ومن بلد لبلد بس في الآخر في قواعد رئيسية للطعام الصحي يهمني إن حضراتكم تعرفوها القاعدة الأولى حافظوا على استقرار طاقتكم حافظوا على استقرار الطاقة جواكم وذلك بموازنة مستوى السكر في الدم ممكن يبان إن ده كلام معقد وكلام كبير جداً جداً لكن الحقيقة بقى إنه كلام في منتهى البساطة بسيط جداً جداً الجملة الكبيرة اللي أنا قلتها دي عبارة عن نقطتين ببساطة نقطتين بس النقطة الأولى دي هي إن إحنا لازم ناكل الأطعمة الغنية بالألياف زي الخضروات والفواكه والبقوليات أو الأطعمة الغنية بالبروتين سواء كان البروتين النباتي أو البروتين الحيواني والاتنين مهمين واحتياج جسمنا من البروتين النباتي أكتر من البروتين الحيواني ما فيش حاجة بتاخد مكان حد بس أصدي إنه دايماً الاحتياج للبروتين الحيواني بيكون أقل بكتير قوي من الاحتياج للبروتين النباتي يبقى قلنا لازم ناكل حاجات فيها ألياف صح؟ خضروات وفاكهة وبقوليات وكده لازم ناكل حاجات فيها بروتينات سواء بروتينات نباتية أو حيوانية لازم ناكل الكربوهايدريت بطيئة لاحتراق اللي بتتحرق ببطء زي إيه؟ زي البطاطا زي البرغل زي الحمص زي العتس وهكذا تمام؟ طيب في حاجات كتير قوي البطاطا برغل حمص عتس فول الرز وخاصة الرز البني يعني الشعير مكرونة الحبوب الكاملة في حاجة اسمها مكرونة الحبوب كاملة كل دي اسمها كربوهايدريت أو مواد نشوية بطيئة لاحتراق ودي بتساعد على الحفاظ على توازن الطاقة داخل الجسم دي كانت النقطة الأولانية في القانون الأول أما للنقطة التانية إيه؟ النقطة التانية بكل بساطة هي إننا نتجنب الحلويات بشكل رئيسي الحلويات مش الفواكه الحلويات حلويات الشرقية والغربية والحاجات دي كلها والإين بتويق واللي في النص نحاول نتجنب ما بقولش إن إحنا نقطعها أو نمنعها أو كده بس ما تبقاش جزء رئيسي من حياتنا الغذائي يعني بلاش كلمة إيه اللي واحنا ناكل هنحلي بإيه؟ فيبقى لازم يبقى عندنا في ذهننا إن إحنا هنستخدم الحاجات دي وعلى فكرة الحلويات دي تدخل فيها المشروبات الحلوة المشروبات الغازية أو يعني المشروبات المحلدة دي مش مش كويسة عندنا فواكه زي ما إحنا عايزين يبقى دي كانت إيه قاعدتنا الأولى القاعدة التانية للطعام الصحي هي خفضوا استهلاك الأمح والله ما لها ناكل إيه؟ جربوا باقي الحبوب الكاملة جربوا باقي الحبوب الكاملة والله طعمها جميل وباقت متوفرة كانت زمان من كذا سنة كده كنت أقول لكم آه كانت غالية والحاجات دي كلها المخبوزات يعني العيش والحاجات دي كلها اللي بالحبوب الكاملة كانت أغلى من العيش العادي اللي هو بالأمح خلاص لكن دلوقتي مع التطور اللي حصل في التصنيع ومع الكبر حجم الاحتياج في السوق للناس اللي بقوا يحبوا يأكلوا الحبوب الكاملة دي أكتر فبقت أسعارها فعلا حلوة كويسة والحبوب الكاملة بالمناسبة هي اللي بتحتوي على أجزاء البزرة التلاتة أصلي فيه ناس كده يقولوا إيه الحبوب الكاملة وخلاص فيه ناس كتير قوي يحضوا يسألوا إيه يا ابني الحبوب الكاملة دي أنا عمل أسمع الكلمة دي يعني إيه الحبوب الكاملة يقولك ناكل الحبوب الكاملة وده مفيد للجسم وفيه الحبوب الكاملة هي اللي بتحتوي على أجزاء البزرة التلاتة طب إيه هم أجزاء البزرة التلاتة؟ حاجة اسمها النخالة وحاجة اسمها السويداء وحاجة اسمها الجنين طيب الحبوب المعالجة بتحتوي على السويداء فقط خلاص طيب ايه الحبوب الكاملة الشائعة غير الأمح الرز الأصمر الشعير الدرة الشفان البرغل كل دول حبوب كاملة تمام ودي كده القاعدة التانية القاعدة التالتة نوعه مشتقات الحليب نوعه مشتقات الحليب فناس تقول ايه هي مشتقات الحليب هقول لكم الجبن ما هي الجبن دي من مشتقات الحليب الجبن والزبادي وكذا يعني مش لازم لما نروح للبقال أو السوبر ماركت مش لازم ناكل نفس أنواع الجبن كل مرة كمان فاهمين قصدي مش لازم جربوا أنواع تانية يعني انفتحوا كده على أنواع تانية هتلاقواها لطيفة كمان ممكن تغيير الحليب من كامل دسم يعني الحليب الكامل الدسم إلى الحليب النصف دسم أو حتى الخليم الدسم بس ده بالنسبة لمين؟ مش بالنسبة للأطفال فاكرين زمان عملنا حالة وقلنا الأطفال يشربوا الحليب العادي مش بكميات كبيرة آه بس ما يشربوا يشربوا الحليب العادي ما نشربهمش اللبن نصف دسم أو الخليم الدسم إلا في حالة واحدة إذا كان عندهم استعداد وراثي يعني الأب والأم عندهم مشاكل في مستوى الكوليستيرول ودونه السلسية أو أن الطفل نفسه لقدر الله يكون عنده مشاكل من نوع ده ودي نسبة ندرة جدا أنا بكلم هنا بقى الكبار إيه المانع أن احنا نغير نوع الحليب اللي بنشربه من حليب كامل الدسم إلى نصف دسم إلى خليم الدسم مش هتلاقوا فرقة في الأول هتستشعروا الفرقة لكن بعد كده هتلاقوا أن ده العادي خالص يعني طعمه عادي خالص وأنا هنا بتكلم على الحليب سواء بشكل صريح تناوله بشكل صريح أو استخدامه استخدامه في الأكلة أو استخدامه في الحاجات يعني في حاجات بتستخدم فيها اللبن الحليب فجربوا وجربوا أنواع مختلفة من الجبن يعني فاهمين قصدي تمام بلاش يعني بصفة عامة بلاش مبالغة في موضوع الألبان يعني سواء كانت الحليب الكامل الدسم أو النصف دسم أو الخليم الدسم يعني أنا عايز أقول لكم أن إحنا يعني موضوع الألبان ده الحقيقة أنا هتكلم فيه قريب يعني بس أصليحنا من الدين للألبان أهمية كبيرة أوي وهي الحقيقة مش بالهدى القدر من الأهمية يعني أنا ما أقولش ناها مضرة أو وحشة أو هي بمعنى أدق لو كتير بتبقى مضرة إنما أنا أصدي إيه لو بناخد اللبن الحليب ده ليه ما وإحنا كل ناس تقول لك إيه أصحيب ده فيه كالسيوم ما فيه مصادر تانية مهمة جدا للكالسيوم وبتتفوق على اللبن الحليب السمسم السمسم فيه كالسيوم أكتر من لبن الخضروات الخضرة الخضروات الورقية الخضرة أي خضار لونه أخضر زي إيه زي السبانخ زي الكرومب زي السلق ها زي اللفت كل دول فيهم كالسيوم كالسيوم زي بالزبط اللبن الحليب زيه الملوخية فيها كالسيوم كل أي حاجة خضرة بقدونس شبت كل ده فيه كالسيوم زي ما قلتلكم السمسم فيه كالسيوم أغنى من الحليب وفيه حاجات تانية فيها كالسيوم برضه الأسماك كلها كالسيوم أقول لكم على مفاجأ الخوخ مليان كالسيوم فكهة الخوخ دي الخرشوف اللوز الفاصولية البيضة اللي يعمل بقوليات خلاص الخضروات الخضرة كمان بالمناسبة مش بس غنية بالكالسيوم الخضروات الخضرة اللي سأقل لكم عليها دي الخضروات الوراء أخد لكن كمان غنية بالماغنيسيوم الله طب إيه أهمية الماغنيسيوم أهمية الماغنيسيوم أنه بيساعد على انتصاص الكالسيوم أنتوا فاهمين قصدي حاجة تانية أنه الماغنيسيوم مهم قوي لوظيف العضلات والأعصاب وإنتاج الطاقة والحفاظ على أداء القلب القاعدة الرابعة في كلمة واحدة افطرو افطرو الفطار مهم جدا بلاش حكاية ونغمة أسانا ما بافطرش أسانا يدوبك بشرب شاي واخد بسكوت ده بينتقل لأطفالنا وبيطلعوا الأطفال بيطلع عندنا أجيال ما بتحبش الفطار الفطار مهم جدا وبلاش الفطار يبقى مسكر يعني بلاش تقول ايه أنا هاكل كيك وهاكل كريب وهاكل حاجات مسكرة غلط الفطار المسكر ده بيرفع مستوى الانسولين جدا وبيخليكم تحسوا بالهبوط تاني بعد ساعتين أو تلاتة كتير من الاستيقاظ يعني بعد ساعتين أو تلاتة لو فطرت حاجات مسكرة تيجي بعد ساعتين أو تلاتة من صحيانك تبقى عايز تنام تاني عايز تنام جدا لأو ده إن مستوى الإنسولين بيعلى جداً في الجسم وده غلط القاعدة الخامسة إن إحنا ناكل أكل بسيط ناكل أنواع قليلة في الوجبة الوحدة وبلاش الطهي الزيادة يعني بلاش كل حاجة نقرص عليها في السوى قوي لا الحاجات اللي مطلوبة إنها تستوي كويس تستوي كويس إنما بلاش بقى إن إحنا مثلاً الخضار نسبكه قوي ونهري كده زي ما يقوله في الطبيق بالعكس كل ما قلت درجة الطهي شوية مثلاً في حاجة زي الخضار كل ما كان أحسن وبنسبة الخضار كل ما كان سليم كل ما كان أفضل من القطع يعني فاهمين قصدي كل ما كان سليم بحجمه يعني تمام؟ أما القاعدة السادسة والأخيرة فهي اعملوا النظام اللي يناسبكم النظام الغذائي اللي يناسبكم حسب يومكم حسب دراستكم حسب شغلكم حسب التزاماتكم ما حدش يفرض عليكم حاجة كل واحد يعمل النظام بتاعه اللي هو عايزه يعني إيه؟ يعني ممكن واحد مثلاً يخلي الغدى مكان العشب هو ظروفه كده ظروف شغله وظروف حياته وكده خلاص؟ يبقى ممكن تخلي الغدى مكان العشب ممكن الفطار يكون تقيل بس طبيعة الأكل على مدار اليوم تكون أخف تقعد تخف بقى تخف تخف وهكذا تمام؟ كانوا دول القواعد الستة للطعام الصحي وده كان نهاية كلامنا النهاردة في موضوعنا التالت في حلقة النهاردة وأحب أن أنا ألفت نظركم إلى أن إحنا عاملين حاجة مفيدة جداً ولطيفة جداً على وسائل التواصل اسمها اليومين دول ادخلوا دوروا عليه اليومين دول القناة الأولى تشانيل ون اليومين دول أوكي؟ على انستجرام على فيسبوك هتتبسطوا جداً يعني معلومات خفيفة كده وسريعة وفيها معلومات حلوة جداً جداً وزي ما قلت قبل كده وما زلت أقول يعني بشكر زميلي اللي نفزوا هذا المشروع لأنهم عملوا الحياة بشكل راقي جداً وشكل مريح للعين ومريح للسمع يعني بشكركم جداً جداً على حلقة النهاردة ويا رب تكونوا استفدتوا وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يوحكاً سلام عليكم